اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القراءة في صلاة الجمعة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية قال واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم يقرأ ايضا في الصلاتين اخرجه مسلم وفي رواية له عن النعمان رضي الله عنه انه السئل اي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة فقال كان يقرأ هل اتاك حديث الغاشية مفكر